انا اول سؤال معنا الاستاذ فتحية السلام عليكم عليكم السلام عليكم انا انا اتيت فاضلت الشيخ ايه محضرتك انا ايه بروح ذاك ان انا فيه واحدة هاتف من العملية البنتها العملية مكلفة شوية انا ادرت جمعتنها مبالك يعني وكده من بعض الناس وكده اه فيه واحدة من دبني الناس اليات انا ابيتني في الشارع وعايتلي ان انا لو فيه حد عندك محتاج حاجة اتفت واحدة من عملية وديتني مبلغ فدلوقتي العملية هتتأكل يعني اجولها شوية الحبيب بعد ان ابتحانتك كده فدورة انا مش عارف اعمل ايه اعمل IL. انا عفو كله بحير يديني معدق وحد ابس يلي معرفش يعني مع رفاش فدورة انا ارجع Ο غيصل الناس تانى و المدلق اللي معايا قاة الست ديت الموا مش عارفاه карاكسه عنها في الشارع اعمل في ايه واحدة واحدة الست اعتامل العملية ولا مش هتعملها خالص اكنا لا مش هتعملها لا ما انت حد قلتي لي اجيلتها اجلوها طبعا هي مش هتعملها دلوقتي يعني. هي جريتك الحظ بعد الانتحانات. بعد اذن حضرتك. هو دلوقتي المستشفى انت روحتي معا المستشفى. قالولها مش هتعمل عملية خالص. لا قالولها مش دلوقتي. يبقى خلاص يبقى كدنا مش هتعمل عملية. ربنا ايش فيها ان شاء الله مش هتعمل عملية. حط الفلوس اللي جات لك دي في عملية حد تاني. يعني ما راجعتي الناس تاني. لا ترجعيها ليه. الناس خلاص تصدقوا. نشوف حد تاني. طب ايه نفترض ان انت ملاقتيش حد عنده عملية. روح حطيها في المؤسسات اللي تجري عمليات للناس. اه اه اه. خلاص. ايب ايب ايب. يبقى احنا دلوقتي احنا جمعنا الاموال عشان حد يعمل عملية. اه. دلوقتي الست اللي هتعمل عملية ما بقيتش هتعمل عملية. ايب. ديها لحد نحط الفلوس لحد تاني عيعمل عملية. اه. طب ايه انت مش عارفة حد عيعمل عملية. تروح واخد الفلوس كده. وتحطيها في المؤسسات اللي بتعمل عملية. واس. طب اه لست من شعن بقى الناس اللي انا كنت واضع ونمع على سات القبيلني airplanesways. لا. لأ. خلاص. هم اخرجوا الفلوس عشان فيه واحد يتعمل له عملية. الا اذا كان حد قالك الفلوس دي لصفي الا. او الفلوس دي لحمدية. او فلوس دي لفلانه. اي. من قررتو لفلوس دي وفلانة. يا ستي إسماعيني هما ادولك الفلوس مش عشان دي بالذات ادولك الفلوس عشان مساعدة حد ايام العملية فخلاص توديها لأي حد تاني ايام العملية نعم عفو ناسد في حد في حد سبسوال بيسأل عن إداء المال في البنك الشهادات مسألة إداء الشهادات والحصول على ريع من وراء هذه الشهادات يا جوز احنا قبل كده اتكلمنا ان إداء المال في البنك ليس من قبيل القرد محدش بيسل في البنك خالص محدش بيروح يسل في البنك ولا يعطي للبنك قرد عشان هو يأخذ عليه فايدة احنا بنعطي للبنك اموال عشان يستثمرها فالاستثمار دوت بيخلي العقد اللي بيني وبين البنك اسمه تمويل يبقى العقد داته اسمه عقد تمويل وعقد تمويل جائز ان الانسان يحصل من خلاله على ريع او عائد ويبقى الفلوس اللي بنحصلها من ايداع المال في البنك للاستثمار سواء في شهادات الاستثمار او في الوداع او في الحساب الاستثماري كل دوت بيكون نوع من انواع التمويل اللي جائز ويكون الحصول على ريع منه ده حلال وليس من قبيل الفوائد التي يحصل الانسان فيها على على فائدة من قروض لا الاداع المال في البنك ليس من قبيل الاقراض باي شك من اشكال اشكال اشكال